هذا وتواصل مدينة السلام مدينة شرم الشيخ استعداداتها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 والمقرر انطلاقه الشهر القادم تشهد مدينة شرم الشيخ تطورا كبيرا على جميع الأصعضة حيث تم تجهيز المنطقة الخضراء التي ستستقبل فعليات المؤتمر بالإضافة لحديقة السلام البيئية المقامة على 33 فدأنا تتولى الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ لاستقبال قيمة المناخ كوب 27 حيث تم تجهيز المنطقة الخضراء التي سوف تستقبل فعليات المؤتمر بالإضافة لحديقة السلام البيئية المقامة على 33 فدانا وهي تحيط بالمنطقة الخضراء التي تقام بها الأحداث الجانبية للمؤتمر وستعرض فيها مصر لجهودها تجاه التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الآثار السلبية لهذه التغيرات نحن عند منطقة الخضراء انشأت على مساحة حوالي 12 ألف متر مربع لحد دلوقتي تقدم لنا حوالي 268 طلب على أن هم يستأجروا مساحات داخل المنطقة الخضراء المنطقة الخضراء دي زي ما معالي الوزيرة البيئة قالت أو عبرت في أكتر من مؤتمر أنها ليس مجرد منطقة ولكن هي منصة هتمكن مجتمع الأعمال والشباب والمجتمع المدني والمرأة الابتكار كل الأفكار المتعلقة بتغير المناخ أنهم يعبروا عن نفسهم وبجوار المنطقة الخضراء تم رفع كفاءة حديقة السلام البيئية والتي تضم متحف السلام والبيئة ومركز معلومات التنوع البيولوجي ومتحف ديودراما سيناء للتنوع البيولوجي بالإضافة إلى الغابة الشجرية وزيادة المسطحات الخضراء حديقة السلام البيئية هي إحدى إبداعات وزارة البيئة لها أهداف ومردود بيئي عظيم من أجلها إنشاءت الحديقة من ضمن الأهداف الرئيسية لإنشاء الحديقة هي الحفاظ على التنوع البيولوجي الموجود في سيناء ومن ضمنها حماية وعادة هيل نباتة طبية مهددة بالإنقراض في سيناء وإحنا هنا في حديقة السلام البيئية قدرنا نحافظ على أربعين نوع بإعادة تأهلهم وإعادة زراعتهم في أحواض في حديقة السلام البيئية حديقة السلام أقيمت تحت مصار مهبة الطائرات لتكون أول نقطة يشاهدها زوار المدينة الصديقة للبيئة ولتعبر عن مجتمع السلام الذي من خلاله يمكن خلق مجتمعات تحافظ على البيئة وتقلل من آثار التغيرات المناخية على العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر